تسائل الكثير من الناس حول طريقة التسجيل لشراء سيارات فيات المركبة في مصنع وهران خاصة الطراز الجديد لفيات دبلو النفعية التي لقيت رواجا كبيرا وتم تسليم أولى السيارات لقاعات العرض وبعدها يتم تسليمها للزبائن وفي هذا الفيديو سنريكم طريقة التسجيل ورابط التسجيل التي لا تستغرق إلا عدة ثواني من أجل شراء فيات دبلو النفعية أو فيات 500 أول خطوة يجب دخول إلى الموقع رسمي لفيات الجزائر على رابط شركة فيات رسمي تجدون الرابط تحت الفيديو في صندوق الوصف وبعدها يطلب من زبون ملأ استمارة الكاترونية تحتوي على معلومات الاسم واللقب وولاية الإقامة وعنوان البريد الإلكتروني والهاتف ونوع سيارة ليتم قبوله في عملية التسجيل ويتم بعدها الاتصال به عندما تتوفر السيارات لتأكيد الطلبية ودفع الشطر الأول وبعدها يطلب من زبون ملأ استمارة الكاترونية تحتوي على معلومات الاسم واللقب وولاية الإقامة وعنوان البريد الإلكتروني والهاتف ونوع سيارة ليتم قبوله في عملية التسجيل ويتم بعدها الاتصال به عندما تتوفر السيارات لتأكيد الطلبية ودفع الشطر الأول وتجدر الإشارة أن التسجيلات الإلكترونية هي عملية غير ملزمة على الطرفين أي أنها تعتبر وعدا بالبيع فقط دون القيام بأي إجراء إداري أو تسبيق مالي أو الإمضاء على وثيقة معينة وفي هذه الحالة لا يمكن للزبون الاحتجاج على طول فترة تسليم أو عدم توفر سيارات للبيع في حين تعمل فيات على الاتصال بالزبائن المسجلين في القائمة فور توفر السيارات ليقوم الزبون بعدها بالقيام بطليبة ودفع قيام وتجدر الإشارة أن التسجيلات الإلكترونية هي عملية غير ملزمة على الطرفين أي أنها تعتبر وعدا بالبيع فقط دون القيام بأي إجراء إداري أو تسبيق مالي أو الإمضاء على وثيقة معينة وفي هذه الحالة لا يمكن للزبون الاحتجاج على طول فترة تسليم أو عدم توفر سيارات للبيع في حين تعمل فيات على الاتصال بالزبائن المسجلين في القائمة فور توفر السيارات ليقوم الزبون بعدها بالقيام بطليبة ودفع قيام عشر بالمائة من ثمن السيارة وتقوم فيات الجزائر حاليا باعتماد هذه الطريقة على منصتها الإلكتروينتخ لزبائن الراغبين في شراء سيارات فيات خمسمائة ودبلو النفعية الجديدة المركبة في مصنع وهران ولا تقوم فيات باستقبال الطلبات التي يدفع مقابلها البون ودبلو النفعية الجديدة المركبة في مصنع وهران ولا تقوم فيات باستقبال الطلبات التي يدفع مقابلها البون عشر بالمائة حتى يتم توفر السيارات ويكون زبون مسجلا مسبقا في التسجيلات الأولية ترجمة نانسي قنقر